طيب الملف الأخير اللي هتكلم فيه قبل ما اطلع الفصل واركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده لأنه الكلام ده تكلمتي فين بارح واستعرطت تصريحات الكابتن توفيه السيد عضو لجنة الحكام السابق بابين كوصين السابق على الخبير الأجنبي فيتور بيريلا والتصريحات الاستعرطتان بارح وده كان انفرط ده قوي جدا ورائع جدا من الزملاء في القاهرة 24 عمل رد فعل قوي جدا جدا من أكبر المسؤولين في اتحاد الكورة ولا مبارح جالي يعني رد فعل على التصريحات دي وعلى التعليقات اللي أنا قلتها على التصريحات والناس في اتحاد الكورة شايفة يعني بنسبة 100% كل كلمة أنا قلتها صح الناس أيدتني في اتحاد الكورة ومش حد يعني مسؤول صغير ولا عضو لا ده مسؤول كبير في اتحاد الكورة تكلمني مبارح وقال لي احنا قرينا التصريحات وشوفنا تعليقاتك على التصريحات والكلام اللي انت تكلمت فيه سليم بنسبة مليون في المية النهاردة انا قلت خلاص بقى قلت هافل الملف ومش هتكلم فيه تاني كانت انت وفيق ماشي ومش هتكلم عن شغله لكن تصرحاته هي اللي بتكبرنا على تعليقاتنا على او نعلق على الكلام اللي بيقوله تصرحات اللي قالها قلت قالها وخلاص خلصت لانه قبلها برضو كان طلع في بعض القروات تحس كده زي ما يكون رد الجميل بيطلع مع بعض المزيعين اللي بيعملوا في بعض الاندية ما تفهمش رد جميل ولا ايه الفكرة ولا مجاملة ولا يعني تحسين صورة الكابتن توفيق لو الله معرف ايه الهدف او الفكرة في كده ولكن الراجل لسه مستمر في تصرحاته وهجومه على فيتور بيريرا الخبير الاجنبي النهاردة قال ايه سريعا كده انا هستعرض تلات حاجات لان انا عندي ليه مفجأة كفيلة تخليه ما يتكلمش تاني مفجأة كفيلة تخليه ما يتكلمش تاني واي حد في منظومة التحكيم سواء حالي او سابق هيتطلع يتكلم على تجربة الخبير الاجنبي عندي عليه ردود قصية جدا وردود موضوعية انتوا عارفين دايما الهدف بتاعنا والاستراتيجيات شغلنا في التريند بنتكلم بموضوعية وبنستعرض مستندات وبنتكلم بوجهات نظر الايام بتثبت ان دايما كلامنا بيبقى سليم توفيق سيطر ايه تاني على بيريرا قال لا يعلم اسماء الحكام او شكل الحكام وكان يجب اقلته عقب وصفه ان التحكيم صلطة طب ما قلتش دا ليه وانت شغال نفس الكلام اللي قلتهم بارح ما قلتش دا ليه وانت شغال قال بيريرا بيهتم باللقطة والشو فقط ولا يصلح لادارة التحكيم المصري دا راجل عنده سبعين سنة دا كلام توفيق السيد اللي كان موجود مع بيريرا اللي هو توفيق السيد كان بيقول ان بيريرا اساسا ما كانش ليه دور كان بس بيتابع عشان يشتغل من المسم الجديد يعني راجل اصلا ما كانش رائب منك ولا كان جنبك انت اللي قدت بتشتغل وانت اللي قدت بتقود ولا كان فيه مشاكل يبقى انت المسؤول عنها مش الراجل اللي جاية دي بقى خطيرة ليه خطيرة لان انا ملاحظ بقى لي ومن كده فيه بصراحة وكل امانة فيه حملات تلميع للكابتن عصام عبد الفتاح معرفش ايه الهدف منها والكابتن عصام كل ما ييجي يحاضر في معسكرات الفيفا للحكام المصريين في القائمة الدولية يلاقي حملات تلميع اغبارت اتبعت كابتن عصام النهاردة اجتبع بالحكام وجه الحكام يطلع في برامج تلفزيونية يتكلم على لجنة الحكام وتاريخ التحكيم وازمات التحكيم والتحكيم رحف مش عارف فين والتحكيم ضاع وصمعة التحكيم المصري الكلام اللي بتقال كل سنة وهو اساسا المسؤول الاول والاخير عن اللي احنا وصلنا له النهاردة واستعرد كلام والله العظيم الكابتن توفيس سيد مجرد ما يسمعوا يشوفوا مش هيطلع يتكلم تاني النهاردة كابتن توفيس سيد قال لي ايه كمان بريرا المسلم المقبل هيتسبب في كوارث للقرى المصرية لان الدولة المصري صعب ويحتاج لعمل كبير في المنظومة التحكمية ولكن انا بتكلم على مواقف الناس اللي بتبقى قاعدة على كرسي المسئولية شوفوا رأيها ايه بعد ما بتخرج وهي قاعدة على كرسي المسئولية ما بتقولش الكلام ده وهو اللي كان مسئول ما كانش بريرا لكن اللي جاي ده رأى غريب قوي قال لك توفيق السيد ايه بقى حرام المقابل المالي الذي يحصل عليه بريرا وهو ليس من الاساس محاضر معتمد من فيفا عكس عسام عبد الفتاح ايوما نعرفيني فيه 18 محاضر دولي منهم اتنين مصريين تامر دوري وعسام عبد الفتاح يعني تامر دوري على فكرة نفس المسافة والمساحة بتاعت قيمة عسام عبد الفتاح بس دايما تحس ان فيه حملات تلميع مش فاهم الهدف منها ايه الفترة الحالية وقال لي كماني كابتن توفيبة واختن بيها كلامي قال عسام عبد الفتاح فترته كانت افضل وهو محاضر بالفعل في الفيفا عكس فيتر بريرا ولكن اختلف معه ان التحكيم المصري الفترة الحالية مثل فترة كلاتنبرج يعني هو بيقول ان عسام عبد الفتاح افضل من تولى ملف التحكيم وكان فترته افضل في الفترة اللي فاتت وقال ان عسام عبد الفتاح اكيد وجوده كرئيس لجمة حكام افضل من وجود خبير اجنبي دي تصرحات النهاردة للكابتن توفيق السيد في احدى الازعات في احدى الازعات دي تصرحات جديدة بس تصرحات النهاردة كابتن توفيق بيمجد في عسام عبد الفتاح طب تعالوا نشوف تعالوا نشوف الكابتن توفيه السيد لما كان بيعلق على الأداء الفني والشغل للكابتن عصام عبد الفتاح وهل الكابتن عصام أفضل من الخبير الأجنبي ولا لا تعالوا نسمع ونتابع لأنه عند تعليقات مهمة جدا بعد الفيديو ده مضموط التحكيم لأنك أنت النهاردة المباريات لا يخفى عن حد لا يخفى عن حد أن سوق إدارة لجنة الحكام الحالية بقاطة الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته المحترمة سوق إدارة على مدار عشر شهور سوق إدارة بمعنى سوق إدارة نهاردة أنت بتتكلم في تعينات ما تعرفش التعينات رايحة فين جاية مين الحاكم بيلعب مبارع ويلعب بعد بكرة وفي حكام تاني قاعدة تتفرج وفيه 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 الكلام ده كل جامح حالة احتكامة بين الحكامنا السوق وأخذ من محمد كلمة جميلة جدا الحكام فقدوا أو فقدوا السقة بعض الحكام الكبار فقدوا السقة في نفسه لأن الإدارة بتاعتهم ما بتحميههمش صحيح دي نقطة مهمة جدا مين اللي خلت تحاد الكورة كريم يجيب أو يفكر أن يستقدم خبير أجنبي عشان يطور التحقيق هي هو كابتن عسام عبد الفتاح مين اللي خلت تحاد الكورة يجيب خبير أجنبي هو الكابتن عسام عبد الفتاح مين اللي معايير التعينات عنده غلط والشغل الفن عنده فيه مشكل كثير غلط هو الكابتن عسام عبد الفتاح ده رأي الكابتن توفيز سيد في الكابتن عسام عبد الفتاح لكن دلوقتي رأي الكابتن توفيز سيد في عسام عبد الفتاح ده محاضر دولي كبير إزاي با عندنا عسام عبد الفتاح وجيب خبير أجنبي الله وعلى لسانك انت على لسانك انت قلت أن عسام عبد الفتاح هو اللي جاب لنا الخبير الأجنبي هو السبب في وجود خبير أجنبي يا جماعة يعني انا مش قادر استوعب انتو عايزين ايه من منظومة التحكيم عايزين ترجعوا الاحتواء تاني يعني بس عايز افر عايزين ترجعوا الاحتواء تاني عايزين ترجعوا انجح يفتح يجح فشل كلا ييجي حد تاني اجنبي تاني بس انتو اللي بتفشلوا الناس على فكرة ده اكبر دليل انتو اللي بتفشلوا الناس ده اكبر دليل ان انتو مش بتساعدوا الخبراء الاجالي يجي يشتغلوا في التحكيم المصري والدليل على كده كلامكم وانتو مش كلامي انا يعني استعرق يا جماعة معلش ممكن نعيد تاني كلام الكابتن توفيه السيد تعليقا على رأيه في الكابتن عصب عبدالفتاح لما كان رئيس للجنة معلش نسمعه تاني لان الكلام ده خطير جدا لان بصراحة مش هنسمح تاني لان احنا نرجع سنتين ترى طورة تاني جاهزين يلا بينا مزولة التحكيم لانك انت النهاردة المباريات لا يخفي عن حد لا يخفي عن حد ان سوء ادارة لجنة الحكام الحالية بقاطة الكابتن عصب عبدالفتاح ولجنته المحترمة سوء ادارة على مدار عشر شهور سوء ادارة بمعنى سوء ادارة نهاردة انت بتتكلم في تعينات ما تعرفش التعينات رايحة فين جايا مين الحاكم بيلعب مبارع ويلعب بعد بكرة وفي حكام تاني قاعدة تتفرج وفيه 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 الكلام ده كله بيعمل حالة احتكامة بين الحكام نفسه واخد من محمد كلمة جميلة جدا الحكام فقدوا او فقدوا السكة بعض الحكام الكبار فقدوا السكة في نفسه لان الادارة بتاعتهم ما بتحميهمش دي نقطة مهمة جدا مين اللي خلت تحدي الكرة كريم يجيب او يفكر ان يستقدم خبير اجنب هي هو كاتف عسام عبدالفتاح الحكم للمشاهد الحكم لكل الناس اللي بتتبعنا من خلال برنامج التريند على الشرق قناة الاهل انتوا شايفين بنفسكم انتوا شايفين بنفسكم اهرك انت عليها ايه ورأيها ايه في الكابتن عصام عبدالفتاح ليه الكلام بيتغير ليه وجهات النظر بتتغير انت قيمت شغله وقلت انه فشل وهو السبب في الخبيل الاجنبي دلوقتي الكابتن عصام افضل من يتولى رئاسة اللجنة والكابتن عصام ازاي يكون عندنا خبيل اجنبي وعندنا محاضر دولي كبير زي الكابتن عصام كفاية كفاية لغاية كده وحملات التلمية اللي بتحصل من خلال بعض الجروبات بتتبعت للصحفيين عشان كابتن عصام يرجع من تاني مش هنسمح بيها لان الزمن مش هيرجع او اللي جاي مش هنسمح انها يرجع بالزمن تاني لورا قيمة دولية للحكام اخر حاجة ابل ما اطلع لفاصل خلاص معسكر الحكام اللي نقبل القيمة الدولية هيختتم باذن الله بعد غد الثلاثاء اخر خبر اخر خبر في المعسكر اتعامل الكشف الطبي اتعامل اختبار اللياقة البدنية فيه اربع حكام لم يوفقوا في اختبار اللياقة البدنية يعني ما كانش لهم الحظ لهم ما ينجحوا في اختبار اللياقة البدنية ولكن الخبر الجريب بالنسبة لي في القيمة الدولية وقلتوا قبل كده ان بريرا ما كانش عايز محمود عشور ومحمد عادل في القيمة الدولية ولكن اللي اتنين حالين موجودين في القيمة الدولية محمد عادل موجود لكن بريرا ما كانش حاطت اسم محمود عشور في المعسكر مين اللي رجع محمود عشور للمعسكر الأستاذ جمال علام يعني أول عمل لرئيس لجمة الحكام عمل معسكر القيمة الدولية كان شايل منه محمود عشور مين اللي رجع محمود عشور جمال علام رئيس الاتحاد دي بس إيه للتسكرة عشان نقول للناس المعلومات اللي عندنا عشان الفترة اللي جاية لما نشوف القيمة الدولية مين اللي اتشال ومين اللي اتحط نبقى عارفين مين اللي اتدخل ومين اللي عايز مين يكمل الفترة اللي جاية